موسيقى اهلا بكم كل متابعين ومشاهدين برنامج بنحلم نعيش وكل مشاهدين قناة الصحة والجمال وحشتوني زي ما انتم تعاوزين مني على مفاجأة كل حلقة موضوع جديد ومهم ويفيد كل الناس ويفيد كل الناس اللي بتغلط وكلنا بنغلط بس من حقنا ان احنا نتعلم من غلطنا او من اخطاء الغير النهاردة موضوع الحلقة عن شخصية محترمة جدا ست هي بتصك في شخص وبتقوله اننا جاي اقجر عندك مكان بكل سكة وبكل احترام زي ما احنا عارفين العقود المتبادلة والاجراءات القانونية اللي بتتم ما بين الناس وبعضها لازم تتم على عقود عشان نقدر نضمن حقنا ده رقم واحد مهما كانت التكلفة ومهما كانت القضية لازم نكتب الرقم الحقيقي في العقد عشان ما نقعش في المشكلة اللي احنا بنقع فيها او بعض الناس او معظم الناس بتقع فيها وهي مشكلة الحقيقة والواقع وبين الاصول والعادات والتقاليد والاتفاقيات العرفية طيب النهاردة مدام رباب من المنصورة عجرت قفي الشانزلزي في المنصورة على الكورنيش وده من اغلى المناطق اللي موجودة هناك وكان الاجارات هناك عالية جدا ولكن زي ما احنا عارفين نسبة للأسعار والتضارب ان دايما بيحطوا ارقام في العقد غير الواقع او غير الرقم الحقيقي الا وهي ايجار المحل تحت 15 الف ولكن الواقع 40 الف جنيه غير المياه والكهرباء والحاجات اللي بيحتاجها او المستحقات اللي موجودة على القفية والمطعم مشكلة رباب هنا ان جوزها عمل لها توكيل من برا وبالفعل قامت بايجار المكان ودفعت المستحقات لحد 2019 ولكن المشكلة بدأت من 2019 مع صاحب المكان هي ايه؟ المشكلة من 2019 جد ان رباب خلاص المفروض يتجدد لها العقد في 2019 بتجدد سنوي طيب ايه المشكلة يا رباب؟ مجددتوش ليه؟ هي هتحكينا دلوقتي بالتصال يا ريت الكنترول يتصلنا برباب ليه مجددتش؟ قصة كبيرة كده القصة دي بتقول ان رباب لما اجرت اجرت ب15 الف وكاد بتدفع 40 الف ومنتظمة في دفعها وبالفعل قامت بتوضيب المكان وتكلفة كبيرة جدا وفعلية وأجرت المكان كأنه بتاعها فحطت فيه النبز بتاعتها اللمسة الجمال بتاعتها كستة انتعارفين الستات بتحب تشوف المكان حلو وجميل فكلفت قوي بقى كلفت كتير من الدكور والفرش والعفش الموجود وكل حاجة فحملت حاجة حلوة جدا جدا وبتكلفة كبيرة جدا تعال يا صاحب المكان تقول لها خلاص عقدك انتهى ومش اقجرلك تابي ازاي؟ انا يعني خليت معاك في حاجة؟ لا مدفعت لكش فلوس في حاجة؟ لا تبدأ المشاكل من هنا من 2019 تبتدي المشاكل 15 شهر بعدها مفيش الاتفاقية مفيش مش عايزك عايزك تمشي من المكان ارفع قضية انت تمشي من المكان سيب المكان بدأ هنا الموضوع ياخد سكة تانية او طريق تاني خالص مدير المطعم اتفق يعني ولواكن مع صاحب المكان او المحل او المطعم وبدأ ياخد خطوات غير قانونية وغير ادمية وغير عرفية بالنسبة لعادات الفلاحين وتقاليدهم اللي ما تنفعش ابدا ان احنا نعملها ايه هي بقى الحاجات اللي اعملها وايه هي الحاجات اللي بدأ ان هو يبدأ ان هو يعملها تعالوا هنا بقى معنا جي صاحب المطعم اتفق مع مدير المطعم بالليل روح افتح المطعم ده راجل مدير المكان لو اي حد شافه بيدخل اصلا عادي لانه هو مدير المطعم دخل اخد كل الفلوس اللي في الخزنة وبعد كده كان مبلغ تقريبا 25 الف حصيلة الاسبوع وبعد كده خرج ورح مغير القلون من جوه او من بره غير القلون بحيث ان يتيجي تفتح بكرة ما تعرفش تفتح فتحت بكرة جت تفتح مكانها لقيته مش موجود غيرت وفتحت برضو القلون ودخلت وعملت محضر بالواقع ان هو تم تغيير القلون وكمان تم الاستلاق على الخزينة المطعم بـ 25 الف جنيه وعملت المحضر بالفعل والاجراءات تمت ولكن بقى يسكت لا الراجل ما سكتش طب انت عايز ايه انت اللي بدأت بالغلط وانت اللي عملت الغلط لا 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 مايرضغوش الكلام ده يبدأ تاني ويقول لا يعمل لها محضر تاني ان هي ما دفعتش 15 شهر موجودين وانه بيطلبها بالتعويد هما الاول قاعدة وقاعدة عرفية عشان انت عارفين عادات الفلاحين والعادات والتقاليد بتاعت الفلاحين بنقول نحل الموضوع بالود وبلاش نلجأ للقانون غير بعد ما نفشل من احنا كلنا نتجمع ونبدأ نحل الموضوع كقاعدة اصحاب قاعدة اهل قاعدة ناس اقارب وفلاحين ونفهم كلنا في الاصول والعادات والتقاليد ومنجيش على خاطر بعض وفي النهاية دي واحدة ست عارف يعني ايه واحدة ست انت ممكن تيجي عليها او تاخد حقها تصلونا برباب في الكنترول يا ريت بعد اذنكم دلوقتي وهنرجع تاني اقول لكم الاعدة العرفية اللي اتفق فيها ان هم خلاص وعايز مبلغ تعويض منها نرجع تاني الاعدة العرفية نشوف ايه اللي تم فيها اقول لك هنا السيدة رباب عبد السميع وكلت عن زوجها بموجب توكير رسمي تستأجر مقت عم وقفي الشنزلزي الكائن بشارع الجمهورية تمام فعقد الايجار بينهم يبدأ من واحد تسعة الفين الفين وتسعة الفين الفين وتسعة لانه انتهى العقد التاني في الفين وتسعة تمام قبل انتهاء المدة الايجارية اتفقت السيدة رباب عبد السميع مع مالك المحل عبد الواحد السيدة عبد الواحد والمقيم المهم طيب احنا مش عايزين نقول برضو ان الشخص ده ملزم وغير ملزم بالنهاية هي عمل محضر وهو عمل محضر وحاجات كتير ما بينهم واحنا هنا كحل وسط ما بين الاطراف كلها بنقول المشكلة عند مين انت عملت محضر وهو عمل محضر طيب والنهاية دي تتحل ازاي احنا عايزين نوصل بس في حاجة واحدة ان هنا عقد الايجار بالفعل فيه 15 الف جنيه وبيستلم الايجار شهريا 40 الف جنيه وده برضو خطأ على الطرفين وليس الطرف الواحد انت النهاردة عشان تحمي نفسك حط المبلغ الواقع او اللي انت أجرت به حطه في المكان نفسه حطه في العقد اللي يضمن لك حقوقك عشان لما تيجوا ان انتوا ترجعوا للقانون تبقوا بترجعوا على حق اهلا وسهلا استاذ رباب اهلا بحضرتك اهلا بيك يا حبيبتي بصي انت اكتر واحدة هتقول لنا اللي بيحصل ده اه تفاهمهن اكتر انا الوصورة اللي انت وصلتها لي والصورة اللي وصلتها لي كشكل عام ان خلاص اه ان انت اجرت المحل والايجار انتهى في 2019 المفروض يتجدد وبعد كده بدأت المنازعات والمشاكل ما بينك وما بين المالك ايه هي بقى المشاكل كشكل عام اه وحضرتك حضرتك انا اه اتبقتي مع صاحب المل ان انا هنجدد قال لي تمام هنجدد طب خلاص اه ضبطت انا المحل وجددته كل حاجة تمام ساكيتات ودهنات والمحل بقى تمام تمام ايه ما عارفة جديد العقل اه حاجة هنجدد طب النهاردة طب بكرة بدأ يتلكت حسيت بقالقة من ناكيته يعني في حاجة مش مظبوطة تمام طب اه انا عايزة جدد بلوقتي انا صرفت عن محلي حسيت ان هو مش عايزة جدد خلاص بعد انت ما صرفت بقى خلاص يا مادام رباط ايه وطرفت وجددت عن محلي خلاص عملت تكلفة كأن المكان بتاعك كأنه ملكك ايوه انا بقى قالي حضرتك تسع سنين بجدد معي تسع سنين مأجر المكان ايوه تسع سنين بجدد معي تمام تمام اتفضل ايه هو هو كده حضرتك حضرتك كده من المعنى ان هو جسماتك معي انا في الاجار يعني انا بدفع حدعين الف جنيه في الشهر بس انت غلطانة انت هو ده العرف اصلا السيد ما بين الناس في السون هما يكتبوا خمسفاشر الف في العقد او ربع القيمة هو كان بيدغط ان هو يكتب خمسفاشر الف جنيهات تمام الدرايب وكده اه تمام بس انت غلطانة في حاجة زي دي ولازم نوجه للناس كلها ان الموضوع ده ممكن ان يكتب قيمة العقد بقيمة الاجار الحقيقية بالقيمة الحقيقية زي ما قلنا انت حضرتك اتعرضتي للموقف ده نتيجة للخطأ اللي مش هتكرريه تاني وارجو من الناس اللي بتسمعنا تسمع من خطأ مدام رباب اللي حصل لها ده حصل لناس كتير وهي النهار ده احنا موجودين في الحلقة عشانها وعشانكم عشان الناس اللي بتسمعنا تاخد بالها جدا ان انت اللي بيستنصح عليك وبيحط لك القيمة ربع القيمة في العقد هو هيضرك في يوم من الايام هو حضرتك بص لها ان هو عشان الدرايب بالنسبة له لكن انا متوقعتش ان هو يضرني ان هو يجي علي في يوم من الايام حسن النية حسن النية اللي احنا موضوع حلقتنا نهار ده هو حسن النية حسن النية اللي احنا دايما بنتعامل بيها في حياتنا وفي شغلنا دايما بتوصلنا الكوارث كبيرة جدا تكملي يا مدام رباب وتفضلي حضرتك دي في يوم كان فيه المدير يعني بتاع المحل هو زبق معي ازاي انا مش عارسة ودهل المفتاح ودخل وغير الطوالين بتاع المحل وشخص كمان دخل بالليل وسرق والشخص ده للأسف الشديد ان هو محامي يعني حاليا شغال محامي ما انا عايزة اسألك في حاجة بقى الشخص ده هو انت قلتلي مدير المطعم يعني الشخص ده كان بيشتغل عندك كان بيشتغل عندي يعني الشخص ده قبل ما يعمل الكرسى دي هو خانك قبل ما يحصل ايوه لحضرتك لما جاء حصل بين النزاع بينه وبين المالك هو اتجاء للمالك طمام بقيت معي يعني ان انا ايه بسعدت على اساس ان هو بقى هيبديله حاجة مش فاهمة كان اتفاق اللي بينهم طمام حضرتك زبطوا مع المحاسب بتاعي واخدوا منه المفتاح وزبطوا مع الشخص ده كمان ويجي فتح المحل بالليل ودخلوا اربعة ومصفة تقريبا طمام ودخلوا فتحوا المحل وغير الطوالين والسرق الفلوس كلها اللي كانت في المحل اخذها والكاميرات اللي امسجلات دايبات وعملت في محضر سرقة اه تمام والمحضر ده للأسف الشديد ان هو اتحفظ ازاي مش عارفة محضر سرقة بالفيديوهات اتحفظ ازاي ها يعني انت انت عملت محضر ازبتت الحالة طيب انت معليش بس سواني تمام انت ازبتت الحالة دي بوقعه في كاميرات موجودة في المكان كاميرات موجودة في المكان اه ازبتت الموضوع تمام عملت المحضر وموجود شهود كمان وفي شهود كمان من اللي حصل ايوه في شهود كمان من اللي شغالين في المحل لما جينا راجعنا التاميرات لانا السرقة كلها تمام لانا كل حاجة موجودة تمام اه يعني حضرتك انا يعني انا بطالب ان حق من السادة المكتولين ان هما يرجعوا لي حقي استرقت اتعدى علي صاحب الملك اتعدى علي اه جي رفع علي قضيب تمكنه اترقبه ونزلوا من رجال الشرطة تقالوا في المكان ومين اللي موجود فيه قالوا موجود فيه الستة دي وجوزها من 9 اتنين مش المالك يعني انت مرفقة المحضر ده بكاميرات ومرفقة المحضر بشهود ورغم ده المحضر تم اتحافظ ازاي انا لحد الوقت انا بطالب باستاذ المسكولين ازاي محضر ازاي ده بحق وازاي ان اللي سرقني ده شغال محامي تمام يعني انا بطالب كمان مطابس المحامي ان ده تدقل في الموضوع اه تمام ازاي محامي دلوقتي شغال محامي وهو كان ساعد تمام يعني والفيديوهات تمام وفي شهود وفي شهود ايوة في شهود طب انت مرجعتيش تاني اللي انت وصقتي عنده المحضر رجعنا بس برضو محفوظ مش فاهم ايه اللعبة فين هو يتحافظ يعني انا بستغرب لحد دلوقتي محضر بالسرقة بالفيديوهات وعايدين شهود بنجيب شهود تمام تمام طيب قوليلي بقى حاليا انتوا عرفت ان انتوا في قاعدة عرفية وان تم قاعدة عرفية ما بينكم ما بين بعض باتفاق ما بين الناس ان الموضوع هيتم ودي وهيتحل ودي والدنيا تمام والامور هتبقى مستقرة ما بينكم ايه اللي خلى الموضوع يكون فيه اختلاف ويتقلب 180 درجة ويبتدي ما بينكم محاضر من جديد حاضرتك الاxus لأقعدة اللي ودي عمرناها دفعت فلوس القهرباء الي جيه صاحب الميلك قال لي احنا عازين نتفي اللي على المحل علشان هيأجر لحد ثاني قلتلي خلاص ايه ديني حق benevolent قاللي هتفعله اول فلوس قهرب عشان المحال ما يكونش على حاجة دفعنا فلوس الفهربة قالت ديني الفلوس الفترة اللي انتو كنت عدا في المحال تدخلو حضرتك قال لي روح تنزلت في الشهر العقاري روح تنزلت له بإقرار في الشهر العقاري المسجل في الشهر العقاري اتنزلت في الاعداء العرفية دي بسبب الاعداء العرفية من غير ما تاخدي او المحامي بتاعك يعمل مقابل التنازل ده ان انتو الفلوس اللي عليكي خلاص ده مدفعها وان انت ما عليكيش حاجة وان الامور تمام لا خدمها تكون برضو منه ثقة فيش حاجة اسمها كده ادي غلطة تانية النهاردة حتى لو حصل اعدات عرفية ما بين الناس وما بين بعضها لازم توصق الاعداء العرفية بنهاية طرد الطرفين زي ما انت روح تنزلت وعملت اللي هو عايزه انت كمان كنت تضمني حقك بتخلي مسعوديتك من اتجاه المكان ان انا ما يعني ما اتوقعتش ان هو يعمل معايا كده حضرتك اتنزلت له في الشهر العقاري وسجلنا وتمام كلام ده ثانيوم تبعتاشر اثنين عشرين عشرين طيب تمام طيب حضرتك رجعنا خدي الورق طب حج الفلوس قال لي شهر ونص هديكي فلوسك اللي انت طرفتها على المحل على المساجر الجديد بتقل وبديكي الفلوس تمام طيب انت انت حاليا دلوقتي خلاص هو ادكي فلوسك يا ما تدنيش يعني انت حاليا ليكي عنده اه المقابل اه وتسعين الف جنيه تجديد المحل تمام يعني انا تنزلت له وليكي عافش موجود اي ضمانات ليه ليكي عافش موجود في المحل ايوه كان كل الفرش بتاع موجود في المحل وحاليا الفرش موجود بتاعك لا المساجر الجديد شان كل حاجة هو جدد من جديد له يعني وعمل ما تعمل بسه لا خلاص روحي اعملي محضر بالواقعة تاني واثبتي كل ده من اول وجديد واحنا من هنا من البرنامج انا بشكرك كتير مدام رباب من هنا من البرنامج انا بناشد المسؤولين بان اي محضر يتعمل قبل ما يتحفظ لازم يكون من الطرفين موجودين هل كل البيانات ليه مستجابة عندك وموجودة وان انت من الحقك ان انت تحفظه ورغم ان فيه كاميرات ورقبة ورغم ان فيه كل حاجة موجودة ورغم ان فيه شهود ورغم ان فيه عافش موجود في المكان بتاع الست لا نرجع تاني ونفتح ملف القضية وملف اي قضية تانية ارجوكم ارجوكم ننتبه لي الناس اللي هي غير على دراية الناس ما عندهاش دراية بمعرفة القوانين والعقود وبننصح اي حد وهو بيكتب العقد ما بين الطرفين انت لازم يكون معاك حد فاهم قانون لازم يكون معاك حد فاهم قانون وانت بتكتب عقد ايجار او عقد تمليك قبل كده كنت اتكلمت عن عقود التمليك وهفضل اتكلم لمليون مرة واقول ارجوكم لو انتو مش فاهمين العقود هاتو حد فاهم هاتو حد فاهم للعقود هاتو حد يوصق شغلكم يوصق يوصق التاريخ يوصق المبلغ اللي موجود بناش حد تكتب في العقد سواء تمليك او ايجار قيمة غير القيمة الحقيقية عشان التهريب من الضرائب كل ده التهرب ده ليه بأهلا محمد اهلا وسهلا استاذ محمد اهلا بيك يا فندم اهلا وسهلا اهلا المشكلة عندي في كامل الصحي يا فندم ايه يا فندم اتفضل؟ المشكلة عندي انا عامل في الدورقة بالتأمين الصحي لا المكان في شبكة شوية مش سمعين ساس محمد المشكلة عندي في تأمين الصحي تأمين صحي؟ اه طيب ماشي سيب رقم وكفو الكنترول يا فندم شكرا اتصال تاني احمد محمد اهلا وسهلا اهلا بيك يا استاذ احمد اهلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حضرتك انا مي مشكلة في حيث احمد وط التلفزيون شوية وط التلفزيون يا استاذ محمد اسمعني من الموبايل تفضل اه تفضل حضرتك انا مي مشكلة في انا بتعفول في مصر جديدة اه تفضل مشكلة فين؟ انا معي مشكلة حديك مع الحي في مصر الجديدة معك مشكلة مع الحي في مصر الجديدة اه طيب اه ايه مشكلتك تفضل؟ حضرتك انا بفرش حضرتك عادي فيه ناس بتيجي بتطلب رشاو وبتمشي طلبت منه ما يشتغل قانوني رفضوا طلبت منه ما يشتغل غير قانوني رفضوا انت عندك ايه عندك محل ولا عندك ايه؟ لا عربية حضرتك طيب وانت بتدفع العربية ايه انا مش فاهمك؟ يا حضرتك ايه ناس شغال حضرتك تجيب من رشاو وبكلام ده رشاوي على ايه فانت؟ حضرتك رشاوي ان انت تقف ممعكش مثلا رخط او بكلام ده اه انت بتحمل ركاب وكده انت بتحمل عمال او كده؟ انقطع الاتصال انا مشكورك كتير حتى كمان العربيات عليها رشوة في موضوع ده جديد في رشاوي فين بس يا احمد بس رشاوي على العربية ايه؟ الله يكون فعلنا والله العظيم يعني احنا وسلنا المرحلة يعني صعبة كتير مفتتين الفكر ومشتتين كل حاجة يا ريت نرجع لرب العالمين نرجع لنفسنا نرجع لاخلقنا الكريمة احنا وصريين حلوين متربيين واصلة فهمين يعني ايه عادات وتقاليد واصول ولازم بقى بجانب العادات والتقاليد والاصول لازم يبقى عندنا جهة قانونية وده دورنا احنا الاعلام ودور المسئولين ودور الاعلاميين ان هما يوصلوا للناس مفيش بيت مفيش تلفزيون خلي البرامج اللي موجودة بتاعتنا تعرف الناس يعني ايه قانون يعني ايه معلش خبرة او معلومات دينية معلومات تاريخية معلومات اقتصادية معلومات سياسية هي دي فايدة التلفزيون فايدة التلفزيون اللي موجود في كل بيت ده مش عشان يجيب افلام وحاجات تفهة وبرامج تفهة وحاجات كتير تفهة فايدة التلفزيون ان احنا نقدم معلومة صحيحة للمشاهد وللناس نبقى ذوق علم ليهم نعرفهم نكون احنا اصحاب الرسالة اللي توصل للناس دي ان هم يعرفوا اللي مش عارفينه مين تصال مين محمد اهلا وسهلا اهلا وسهلا بحضرتك اهلا بيك انا ستك عايز اتكلم معك في موضوع بسيط جدا على راسي تفضل انا ستك كنت محبوس ربنا فكه كربك الحمد لله الحمد لله الحمد لله السادتك عطوني جواب من السجن جواب للشيون الاجتماعية تمام السادتك رحت بيه لمدير الشيون تمام كتب لعلى ظهره كده حاجة ان انا روح لوحدة هتبحس موضوع الاجتماعي هتبحس اه موضوع الاجتماعي ان انا اقدر اخد معاش او افتر ايجا عشان معاش يعني تمام تمام اتفضل وبعدين انا طالع ظروفي يعلم بها ربنا وما حدش هاي تشغلني طيب رحت لها معلاش سيب لينا بياناتك في الكنترول سيب لينا بياناتك في الكنترول تحت امرك انا قبل ما اخد جمال لازم اقولك برض ان شاء الله انت هتسيب لينا ارقامك ولكن عايز اقولي المعلومة دي بس قبل ما قبل ما هو يقفل هو بيسمعني على فكرة كل حد فينا بيخطأ وكل انسان ممكن يخطأ سواء بقصد او من غير قصد وكل انسان بيخطأ طالما تسجن خد عقابه ما فيش حاجة اسمها ان انسان خرج من السجن يبقى هو خلاص بقى مجبوه وما ينفعش نشغله وبقى سبقى وعنده سبقى وعنده حاجات كتير يعالم بكرة الدور على مين ما يمكن حد فينا انا اتخانق مع حد بالصدفة غصب عني اعمل حدثة غصب عني اخذت حد بالعربية غصب عني يحصل اي مشكلة غصب عني ويتكتب علي الحبس ساعتها انا هعمل ايه ساعتها انا هعمل ايه مجبرة ان انا اعيش طول حياتي ان الشخص ده يعيش طول حياته تحت بنت وتحت صفة انه هو متسول ورد دسجون اعتقد مفيش حاجة اسمها كده مين اتصار اللي كان معي انقطع طيب فعايزة ان انا بس اوصل للناس الصورة دي ان انتو عشان خطري بلاش النظرة لكل شخص خرج من السجن بلاش النظرة لكل شخص خرج من السجن ان هو يكون تسول وسوابق وان احنا مش مشغلينك وان انت شخص غير سوي وان انت شخص هو خلاص رب العالمين هو اللي يقدر يحاسب كل الناس طول العمر لكن احنا كاشخاص كلنا تحت مفيش مفيش حاجة تحمينا من الخطأ مفيش حاجة تحمينا من احنا ممكن نكون في يوم مكانه عشان كده لما يخرج مسجون من السجن لازم نعمل ان هو بنا ادم حر بنا ادم بنا ادم طبيعي زي اي بنا ادم في الدنيا طبيعي خدوا بالكم من احنا كلنا واحد وتابعوني الحلقة الجاية ان شاء الله يوم الاربعاء تمانية مساء من كل اسبوع بموضوع جديد يخصكم ويفيدكم كتير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة